نسيب بقى اكتاة النشيب النادي الاهلي ونروح لدرس مهم للتاريخ في قيم ومبادئ النادي الاهلي شفنا مبارح فتيات الزهب وهم طبعا دايما بلقبهم جمهور النادي الاهلي بفتيات الزهب لانهم فعلا يتقلوا بالدهب دايما فتيات الزهب او لاعبات النادي الاهلي في الكرة الطائرة على مدار اكثر من عشرين سنة دايما ليهم الافضلية وليهم الاولوية وليهم الغلبة ودايما في المركز الاول سواء في مصر او في قرية افريقيا كتبوا تاريخ صعب ان حد يصلهم لكن خلال الفترة السابقة شفنا بعض اللاعبات مشوا من النادي الاهلي راحوا النادي الزمالك من اجل المال طيب تعالوا قبل ما اتكلم نسمع كلمة للكابتن محمود الخطيب كلمة هتعود للتاريخ والكل الاجيان تعالوا نسمعها مع بعض من رحيل بعض اللاعبين لاندي اخرى من الاهلي لاندي اخرى بسبب المبالغ او العروض اللي قدمت لهم انا ما زعلتش انا زعلان عليهم ومفروض هم اللي زعلوا انهم سابقوا النادي جملة للتاريخ وجملة هتفضل لكل الاجيان وجملة لكل واحد فكر يسيب النادي الاهلي علشان يروح مكان تاني انا مش زعلان منهم انا زعلان عليهم بتاقلي الموضوع مش محتاج تفسير ومش محتاج توضيح نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكو مرة تانية ترجمة نانسي قنقر